زيارة تفاقدية لقيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بعدا في إطار الجهود المبذولة للإطلاع على تشريبات نهائية لمبنى الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية تتسارع أعمال إعادة وصيانة مبنى الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية بعدا ضمن برنامج التنمية التي تشهدها قطاعات المؤسسة الاقتصادية للعام 2018 وفي هذا الصدد نفذ مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة الموقتة عدن الأستاذ سامي السعيد برنامج زيارة لعدد من القطاعات في المؤسسة يرافقه مدراء اعموم فروع المؤسسة الاقتصادية في المحافظات المحررة للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات مبنى الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية بعدا زيارة فقدية للتشتيبات في إدارة العامة المؤسسة الاقتصادية وبرفقتي الأخوة مدراء فروع المؤسسة الاقتصادية في المحافظات المحررة من مارب ومنطقة سيون والمكلة والمهرة شبوة وأبيان ولاحق والضالع وكمان الحديدة وإن شاء الله سوف تتم افتتاح الإدارة العامة وتمارس مهام الإدارة العامة في العاصمة عدن وسوف يتم عادة نشاط المؤسسة الاقتصادية في كل المحافظات المحررة مثل ما تم في عدن وأبيان ولاحق والضالع وإن شاء الله سوف تعود المؤسسة مثل ما كانت وأفضل والمؤسسة الاقتصادية هي عمود التوازن الاقتصادي ما بين الغطاع العام والقطاع الخاص فهي التي تمثل الرافض الاقتصادي للدولة وهي حق عام ملك شعب ملك للدولة وليس ملك لشخص استراتيجية العام 2018 وما تشهد من انتعاش للمرافق والقطاعات التابعة للمؤسسة وما تبقى منها هي أولوية لدى قيادة المؤسسة ستعكف عليها الدوائر القانونية لاستعادتها في أقرب وقت ممكن نطالب القيادة السياسية مثلتا فخامة رئيس الجمهورية ودورة رئيس المجلسة الوزراء بالتوقيه للجهات الأمنية والعسكرية في الوقوف إلى قاربنا في الحفاظ على ممتلكات المؤسسة واستعادة ما تم التنازل عنها بالصفق غانونية أو الاستيلاء عنها أو النهب أو البسط وكما تم أمس وقفة احتجاجية على النهب والبسط في أراضي المملاح وكذلك حقارات المؤسسة الاقتصادية في عدن استعدنا الكثير منها وما تبقى إلا الغليل خلال الزيارة طاف المدير العام ومعه مدراء الفروع عدد من الأقسام التي شارف الانتهاء من العمل فيها مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من ترميم هذا المبنى رافقه في النزول مدراء فروع محافظة حضرموت والمهرة وأبيان والظالع والحديدة ومأرب ومحافظة لحج لقناة عدن الفضائية وضح شليلي عدن